في شبوة ناقشت اللجنة الأمنية في اجتماع لها مختلف الأوضاع الأمنية بالمحافظة والسبل الكفيلة بتعزيز دور أجهزتها الأمنية والعسكرية في استثباب حالة الأمن والاستقرار بالمحافظة ومحاربة الجريمة بمختلف أشكالها وعشادت اللجنة بالنجاحات المحققة على صعيد محاربة جرائم المخادرات وضبط العديد من الشبكات والأفراد المتورطين فيها مشددة على ضرورة مواصلة جهود مكافحتها وضرب أوكارها وحماية المجتمع من شرورها وضرورة الحفاظ على النظام والقانون ومواصلة حملات منع السلاح في مديرية عتق وأكد الاجتماع على ضرورة حج الجهود للأجهزة الأمنية والعسكرية من أجل تنفيذ خطتها الأمنية الجديدة لافتة بأهمية التزام كافة القطاعات والوحدات بها لضمان تحقيق النجاح المشود لها بالحفاظ على أمن المحافظة واستقرارها